بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو في هذا الفيديو ان شاء الله سنقوم بتصحيح مسألة هاد مسألة سنتعرف عليه هل هي مرتبطة بمعادلة او متراجحة او نطمة المهم قبل ان نبدأ نعتذر عن طول هذا الغيب ولكن ان شاء الله سنباشر العمل ولكن العمل ديالي كي تزداد مع التماس الرغبة اللي عندكم يعني كلما كلمس انني هذيك الرغبة اللي تكون عندكم وباغين تفهموا وباغين انكم تعلموا وباغين انكم تجيبوا نوقات مزيانة انني كنزيد موجود لكم فيديوهات وكن نضعها لكم لكن مؤخرة ربما مع ذلك البلاغ اللي كانت تزارد الوزارات كانت تأجل الانتحان قالوا ما امتى ما امتى حسيت بانه كان نوقع لكم واحد الرقود نوعا ما لذلك ما بقش كنضع فيديوهات بكاترها ولكن ان شاء الله دبعا من بعد اني قال لكم بانه الانتحان كان في اوائل للشهر عشرة اذا ما بقى لكم الانتقربا الا واحد العشرين يوم اذا ان شاء الله اللي ارضي عليكم حاولوا تفقوا وتخدموا وورا ما بقش لكم الوقت يعني ما تقولوا يقولوا لا را ما زال الوقت ما زالوا لا عشرين يوم ونضع فيها واحد البروغرام ديالي ما زال الدروسة اللي بقتهم ما تشعرواش فيه نضع البروغرام ديالي المارة التربية الإسلامية الفرنسية منخدر وكونوا متأخذين عند تجيبوا نقاط ممتازة وان شاء الله الله يوفقكم والله يستر أملكم اذا مهم دبعا ان شاء الله قد ندعو نخدمه ان شاء الله انتحانات التمارين في الماكة عندكم مشكلة نحاولوه نعالجوه ان شاء الله ولا كلمس فيكم هذه الرغبة اللي كانت عندكم في الأب والله يرضي عليكم اذا يا الله اندعو قرروا معي المسألة اللي يرضي عليكم الأولى قال لكم عمره أب 45 سنة وعمره ابنين 5 سنوات سؤال مطروح بعد كم سنة سيصبح عمره الابن أكبر من خمص عمر الأب اذا هاد المسألة هل هي مرتبطة بمعادلة السياغة ذيالها يعني وسع تكون سياغة متراجحة او معادلة او ندعو المهم انا عمركم الطرق كيفاش تحلو المسائل اول سؤول حاجة كنحدد المجهول ما يسمى بسياغة المجهول سياغة المجهول طريقة اللي ارضي عليكم كيفاش كنحن ندعو سياغة المجهول هدا غير ريطاكسيوم بإمكانكم مهم الحساب المصاحية بإمكانكم تجيو تحلو نيشى المسألة حسنا سياغة المجهول سياغة المجهول هذا السؤال إذن هذا السؤال كامل نسمي بإيكس إذن شنو عن شن ليكون في حلقة ليكون إيكس نكون هو هذا إيكس هو عدد كم يعني العدد عدد السنوات التي سيصبح فيها عمره الإبن أكبر من خمس عمره الأب إذن هذا هو إيكس عقله إيكس هو عدد السنوات التي سيصبح فيها عمر الإبن أكبر من خمس عمر الأب ماشي خمسة خمس إذن يعني ماشي خمسة مرات يعني الضعفة في حل العدد عن ضربة خمسة لا الخمس أنا أشرح لكم ما معنى الرابع تولد الخمس يعني كنقسم لقلنا مثلا الخمس ذي الإكس يعني إكس هنقسم على خمسة قلنا الرابع ذي الإكس يعني إكس هنقسم على ربع قلنا التولد ذي الإكس يعني في حلية 1 على 3 اكس يعني هي اكس على 3 هذا هو المعنى ذي لقد نقص على حلية اكس هنا حلية اكس يقص على نفس الشيء هذا الناس هذا الخموس هذا الربع هذا الربع هذا الثلاث يقص على المعنى ذي من الأسئلة بعد كم سنة سيصبح عمره الابن كنسطر لهذه الكلمة اكبر الرمز اكبر يكون هكذا اذا وش هتكون عندي معادلة ولا متراجحة هتكون عندي متراجحة لو كان يساوي هتكون معادلة اذا سياغت هنا ماشي معادلة متراجحة سياغت المتراجحة سهل العمل يلا سياغت المتراجحة كيف هاتي ندير نحل هذه المتراجحة انا نشرح لكم هنا هذا عدنا اب هذا اب العمر دياله 45 سنة هذا اب العمر دياله 5 سنة اب 5 سنة غدا تمر 1 سنة اتمر 1 سنة هي اكس ما عرفناش حال عدد زد من سنة يعني العدد الثانوية اللي عدد زد هنا هو العدد زد هنا اكس يعني زائد اكس يعني زائد اكس يعني مثل الاب في هذا المرحلة فهذا السنة عنده 45 سنة سيمر 1 لعدد الثانوية ما عرفناش هناك عدد الثانوية لا عمرها و اكس عدد الثانوية التي سيصبح فيها عمره الابن اكبر من خمس عمره الاب يعني عدد زد واحد العدد الثانوية تسميناه هو اكس اتمر لنا 45 سنة اكس يعني في هذا المرحلة كذلك الابن كالعمر لنا خمسة سنة عدد زد واحد العدد الثانوية وهو خمسة زائد اكس في هذا المرحلة ما سيكون كم سنة بعدها كم سنة سيصبح احنا نحدد هذه اكس يعني ما حامل السنة تزادت كيف سيقول العمر شوفوا من نفسي عمره الابن هو هذا العمر هذا الابن سيقول اكبر من خمس عمر الاب ليس فقط اكبر من عمر الاب لا اكبر من خمس عمر الاب يعني انك نقول خمس عمر الاب نقصن على خمسة واضح اذا نعود ونعودها بالترشيب اذا هنتم بعد سنة اذا متى عددنا العمر ذي الاب خمسة وربعين سنة بعد اكس سنة ما سيقول العمر ذي الاب عمر الاب بعد اكس سنة هنتم عمر الاب هو كان عنده خمسة وربعين ولكن نزيده اكس وعمر الابن عمر الابن هو كان عنده خمسة سنوات اتقول لي زائد اكس يعني خمسة زائد اكس اذا كيف يكون عمر الابن لكي يكون عمر الابن لكي يكون عمر الابن أكبر من خمس خمس عمر الاب ينبغي ينبغي او لا يجب ان يكون او لا ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون هنتم عمر الابن يشوفوا معين هالعمر ذي الابن خمسة وربعين ها العمر ذي الابن خمسة زائد اكس لكي يكون العمر الابن اكبر هالعمر ذي الابن خمسة زائد اكس وهذا والعمر والعمر ذي الابن هو %45 زائد اكس ليشعر لكي يكون هو العمر ذي الابن كي يكون اكبر من خمس عمر الابن الخمس 2 سنضر بiot C إذا ذي هرا هاته كيفية ص advocates ونقلب إلى X هذا X هو عدد السنوات التي سيصبح فيها عمر الإبن أكبر من 5 عمر الأب إذن إذا بهذه المترجحة سوف ندير الحل لك تعرفوا أن تحلوا المترجحة هذا اللي أرض عليكم 5 زيد X أكبر قطعا هنا ندير النصر 1 على 5 ضارب 5 روين زائد هنا 1 على 5 ضارب X إذن سوف نحن تشاهدها وصعف عن حذبها ونزيد نكمل المترجحة إذن نتبقى لخمسة زائد X أكبر قطعا 1 على 5 ضارب 45 ضارب 45 لخمسة أتلقى باش حال يتساد زائد 1 على 5X إذن نقلب إلى المجهول X إذن هذا 1 على 5X نحول إلى الطرف الآخر لأن هذا X وهنا عندي 1 على 5X هذن نحول إلى الطرف الآخر وخمسة نحول إلى الطرف الآخر أي عدد حول شمجية الجيك لغير الإشارة إذن نتبقى X ناقص 1 على 5X أكبر قطعا من 9M هذن 5 منها نحول إلى الطرف الآخر أتولي ناقص 5 إذن نتبقى أكبر قطعا 9 ناقص 5 وخمسة شحالية 4 أفضل أفضل 4X أكبر قطعا من 4 إذن كفيت عن حول هذه المتراجحة هذه بسيطة جدا لأرض عليكم كيف نحن نقص هنا عندي 5 كي نحيط هذه الخمسة نضرب هنا في 5 إذا ضربت هنا في 5 سأضرب هنا في 5 سأضرب الرأس سأضرب لها الباب إذا هنا نختاز الخمسة مع خمسة ستبقى 4X أكبر قطعا 4 في 5 هي 20 لم نقلب الله أرد عليكم نقلبه إلى X العدد الذي نضرب في X هو 4 إذن كي نحيط هذه الخمسة سنقسم على 4 ولا قسمت هنا على 4 سنقسم على 4 إذا نختاز الخمسة مع 4 ستبقى X أكبر قطعا 20 نقسم على 4 هي 5 إذن هذا هو الحل المتراجحة وبالتالي ما معنى في آخر المتراجحة نكتب هذا اللي كيف يريد أن يجي مزيان نكتب هذا الجملة الرجوع إلى المسألة وماذا نكتب هذا السؤال الذي طرحه عني نجاوب عني نقول إذن قال لكم بعد كم سنة سيصبح عمر الإبن أكبر من خمس عمر الأب هذا السؤال نرمزنا له بX إذن يعني ما حال كم سنة أكبر من خمس سنوات يعني بعد خمس سنوات إذن الجواب يكون وبعد أكثر لأن X يكون أكبر من خمس إذا عيكم بعد أكثر خمس سنوات سيصبح عمر الإبن أكبر من خمس عمر الأب إذن إلى هنا هذه المسألة ونتمنى أنها تكونوا تبقيتم معي وستفتم كيف تكون محلوم متراجحة مسألة مرتبطة ومتراجحة إذن نبعدونا في الفيديو المقبل إن شاء الله مع مسائل مرتبطة بالنظمة ومن البعد إن شاء الله هتعموا اللي نعاود نخدمه متحانات بالترسيل لأن هنا كانوا بعض تلامت كان مازا عندهم مشكلة في المسائل المرتبطة بمؤادلات ومتراجحة النظمة هنحاوت ما نعاود لكم قالوا لي قدرت لكم المتراجحة هنسلكم محدود المسائلة النظمة هنأخذ ممتحانات وغالبا غالبا نعاود لكم لايف ممكن يوم لأحد إن شاء الله ممكن لكم لايف يوم لأحد إذن لا أرضع لكم خدم متسيأسوش ولا تنسانوا من صالح الدعاء والتعالق الجميلة وضمتم في رعاية الله والسلام عليكم